اليوم صدر قرار من الاتحاد الافريقي قرار اللي كان نزل كالصاعقة على أسرة التحكيم الافريقية لأن الاتحاد الافريقي سنوات و كم تقول ما يكونش تساول كانوا كوارج تحكيمية باكاري قصمة سيكازوي انضالة داروا كوارج ولم يتكلم معهم أحد والمقابلات كانت منقولة عبر شاشة التلفاز و صديقنا صادوق السلمي الذي أقصي من كأس العالم رغم بأنه كان في البروجيه دي كأس العالم في قطر وتم الإقصاء دياله ونحن كتقنيين تنعرف كيفاش تم الإقصاء دياله والإبعاد دياله و حكم صادوق السلمي هو لقاتل المقابلة ديال المغرب والبرازيل صادوق السلمي لعب واحد المقابلة بين الكونغو الديمقراطية و موريطانيا لحساب تصفية المؤيلي لكأس إفريقيا كوديفور 2023 وانتهت بالتعدل واحد الواحد وكان احتجاج قوي ديالفريق ديال منتخب الكونغو الديمقراطية وتم توقيف الحكم ديال هاد المقابلة لمدة ثلاثة أشهر صادوق السلمي ثلاثة أشهر الجامعة الجديد للتحكيم وصدرها القراءة ديال ثلاثة أشهر ولكن ما أعطوناش الاعتبارات على مشاهد توقيف ديال ثلاثة أشهر شن هو الخطأ اللي دا باللجنة التحكيم تعطيه ثلاثة أشهر لأن الأخطاء تختلف كل الخطأ المؤتر عن جهة المقابلة شن هو الخطأ المؤتر شن هو الخطأ الجاسي مليدير واجداخل في اللعبة ولاجداخل خارج اللعبة والحكم البوتسواني هو الطاقم دياله غادي نبدو بالحكم البوتسواني بوندو يعرفه المغاربة جيدة لأنه قاد إحدى المقابلات وآخر مقابلة لقداد النضاء البركانية ستة أشهر صادق سالمي ثلاثة أشهر وبوندو ستة أشهر اترى اتكابه بعض الأخطاء في مباراة البنين ورواندا لحساب تصفية كأس أمم إفريقيا المقبلة وثلاثة حكم آخرين تأمت توقفه ضمن الطاقم المساعد البوتسواني بوندو ويتعلاق الأمر بكيتسو سيباندا ومقوموتسي موراكيل وشيبو قوبا قوبا هذا أخذوا تلتشار وبوندو ستشار وصادق سالمي تونسي تلتشار ولكن ما زلنا ننتظر تفاصيل ديالها التوقيف أشنو داروا بالضبط باش أخذوا هات توقيف هذا على العموم بالتوفيق لصادق سالمي لأنه ليست نهاية العالم هو وبوندو في مستقبل ديالهم ولكن حبادة نحن كمهتمين ونحب كرة القدم ونتابع بجيدا كرة القدم الأفريقية نعرف علاش صادق سالمي خدس الشهر علاش بوندو خدس شهر وعلاش المساعدين ديالبوندو بثلاثة خدس شهر في انتظار إن شاء الله توضيح وبلاغ من طرف الاتحاد الأفريقي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة